بسم الله الرحمن الرحيم أولا معكم درباك محمد رئيس الوطنية تعصير الأجراء التجمعية وفاعمل الجمعوي وسائق مهني بالنسبة لزيادة في مادات القزوال وهي زيادة مهولة وغير مقبولة بتاتا لأنها تجفح الضرفية لأنها تشنج بين المهنيين وكذلك بين الحكومة لأنها تحت الدعم توقف دبا وكذلك هذه الزيادة تأثر وتأثر مباشرة على السائقين المعنيين وهي زيادة مرفوضة وكذلك نحن في التنسيق الوطني السبعي فتم إصدار بيان ستينكاري في الموضوع يعني المطالب دي النواة هي تسقيف هذه المادة وكذلك إخراج القزوال المعني إلى حي الوجود لأن هذه الزيادة متتالية ويعني بدون إشعار بدون حتى شي بيان في الموضوع وهذا كيف ما قلت يؤثر سلبا على الدخل المعنيين وهذا شي هذا يعني كي يدفع لواحد النوع دي التحقل واحد النوع دي الاحتجاج من طرف المعنيين وإحنا بغينا ندعم لكل شي ما بغينا ندعم عن النقل بغينا ندعم الكاميوية باش تنخص الخضرة وتنخص الفواكي وعفتي فين وصل وعفتي فين بيسير فين وصل ما يحطش الإنسان يدفت بيسير واليوم المعني صاحبي اليوم المعني صاحبي كان نقش معاه قالوا كان العديس ليت ديت لباحه للدار وقسموا بالله فإذا لم يتم استجابة من طرف الحكومة الموقرة من أجل دعم المعنيين في هذه المادة فلربما سوف نتجي إلى أمور إما نضاليها إما زيادة في تصعيرها وهذا اللي يعني محبب لدى المهنيين والمهنيين كلهم كي طلبوا فيه لأننا حتى مصنعنا إذا كان عما تلات مدينة إنزجارها منذ سنوات لم يكن هناك زيادة في تصعيرها واليوم باش ندير أنا المازوط 260 ريان ونهز بنصف تصعيرها هذي فهذا لا يعقل الحكومة زيرو هذي الحكومة درج الأعمال الحكومة زيرو كنقول هنا بصفتي ككاتب إقليمي إذا كانت بادي سيارة العجرة لم يكن نظر على سيارة العجرة حنا ركنا نظر على القطاعات كاملين إذا إما خيارين إما خيار مضال من أجل إزماء الصوت وجلب الحقوق إما الزيادة المباشرة في يعني تصعيرها وذلك هو المرغوب فيه أنا أقولها بكل صراحة الزيادة نظر الصعق بسما كتفوتا لم تزود فوق من درس تدري من الصفر هو كتزيدة كتزيدة في زيبه لأن الرسيتة هي الرسيتة وما كانت لقصة وما كانت زيادة